يقوم متطوعون في العاصمة البريطانية لندن بصنع وتوزيع كمامات على العاملين في الخطوط الأمامية تحت وطأة وباء فيروس كورونا تحت شعار كمامات لأشخاص استثنائيين كمامات لمن يحتاجها من العاملين في الخطوط الأمامية في ظل وباء كورونا كبنوك الطعام والمدارس والمجمعات السكنية يصنعها ويوزعها نحو ستين متطوعا في العاصمة البريطانية لندن مبادرة كمامات لأشخاص استثنائيين أطلقت في الثامن من شهر نيسان الماضي يقوم القائمون عليها باستيلام القماش الذي تم التبرع به وخياطته لصنع كمامات كانت توزع في البداية على سائق الباصات أصحاب هذه المبادرة قرروا صنع كمامات صديقة للبيئة يمكن غسلها مرارا وتكرارا وبألوان زاهية تشجع على ارتدائها المتطوعون صنعوا نحو أربعة آلاف كمامة في ستة أسابيع مستخدمين أنواع الأقمشة المختلفة كأغطية الأسرة والمناشف والقمصان وغيرها في واحدة من الكثير من المبادرات التي شهدها العالم الذي اشتاحه هذا الوباء